فاني خلاص هيرحل بعض البطول طبعا اكيد اكيد يعني لا نيع النوعي كامل مع المنتخب في تصفات كسر العالم كمان العقده يعني نص على انه اذا اخفق يرحل يرحل اذا الاتحادية طلبت منه يرحل ولكن اذا الاتحادية طلبت منه انه يبقى ممكن يبقى لانه صعب اليوم تجد مدرد على الساحة والجزائريين اليوم او المنتخب الجزائري بالشكل اللي راح عليه اليوم هو في حاجة الى قائد ليس الى مدرد بمعنى الصريح الاسماء اللي شايفنا في الملعب دي فعلا محتاجها قائد مش محتاجها حد فنية قوي طح قوي وعنده سمعة وعنده اسم ممكن يفرد نفسه عليها طب في اسماء مرشحة يعني من قبل الاتحاد الجزائري ولا لسه الامر لم يبت ولم يتحدث احد بهذا الشأن لم يتحدث احد بهذا الشأن لانه رئيس الاتحاد الجزائري غائب اصيب بواقع صحية موجود في فرنسا يتعافى الحديث عن المدرب اليوم في وقت نحن في منتصف موسم مدربين على الساحة من دون شغل الآن يعني مدربين كلهم موجودين على رؤوس نوادي ومنتخبات فهذا اللي يتفاعد من المهم كابتن حفيزي شفت ازاي فوز رياض محرز بجائزة افضل عيب في افريقيا طبعا للمرة الاولى يمكن من عشر بأن يمكن اكتر من عشر سنين ولا لعب عربي حصل على هذا اللقب اولا شفت مستحق ثانيا شفت مشجع للكرة العربية ولللاعب العربي مشجع لرياض محرز شفت وكنت اتوقع انه يعطي البسعة للزمراء وللمنتخب ولرياض في هذه المنافسة شيء اكيد انه تتويج مستحق يشجع اللعب العربي على انه يبدل مزيد من التهد لانه رياض اليوم لم يعد قطوة فقط بالنسبة للجزائر ولكن بالنسبة لعالمنا العربي وللعالم الافريقي عموما امر مشجع ورائع جدا لانه حتى الجزائر من الزمان لم تفوز منذ عهد الاخضر باللومي وما اولاب حماجه لم تفوز مظبوط صح مظبوط مظبوط يعني للأسف الشديد بانه فترة كبيرة يعني لعبين العرب بعيدة عن التتويج بهذا اللقب صح طب عايز اسألك يمكن سؤال مهم جدا يعني يعني يقال او تقال ان روروة بيتدخل في الفنيات هل الكلام ده صحيح والله والله بتاعتك دي يعني فيها 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 قيلة وقال لا نجدب عليك لو نقول لك نعم ونجدب عليك لو نقول لك لا انا لو كنت رئيس الاتحاد في بعض الأحيان نتدخل مش نتدخل مثلا لفرد لاعب او لتغيير لاعب كان هناك تدخل من تدخل يعني ولكن انا الشي اللي نعرفه يعني يدخل من اجل اقحام لاعب او من اجل تغيير لاعب لا اعتقد يدخل ان دي بقيا اي نعم ممكن يقول له مثلا لعب الفلاني مش ملتزم فاعدش تستدعيه هالي ممكن يدخل فيها اما انه فنيا فنيا صعب نقول بانه يدخل طبعا شخصية شخصية للتحاد يعني شخصية للتحاد الجزائري ورئيس للتحاد اقوى من الاندية ولا برضو بتعاني زينا هنا في مصر من الاندية اقوى من الاتحاد لا لا بالكتير اقوى بالكتير من الاندية اقوى من الاندية شخصية الاتحاد وشخصية رئيس الاتحاد هو اللي فرضها له الهيبة فهيبة محلية وهيبة قرية كما تعرف اعتقد بانه احنا مشكلتنا في الكرة في الجزائرية مشكلة نوادي ومشكلة رؤساء نوادي ومشكلة المدربين فكل العرب للأسف الشديد يعني فكل الدول العربية فأعتقد بأن اتحادنا أقوى بكثير من الأندية الجزائرية ومن المنظومة الكروية في الجزائر ونقدر نقول لك حتى مستوى أفصل أو أرقى أو أعلى من مستوى الكرة الجزائرية طب أخيرا رأيك في المنتخب المصري وتوقعاتك والله بعد غياب لمدة ثلاث دورات لمدة ست سنين أعتقد بأنه لحد الآن عودة موافقة حتى ولو من تعدلين طبعا صعب جدا أنك تتوقع من المنتخب المصري فوز باللقب ولكن من السهل أنه يوصل لأدوار متقدمة ومن السهل أنه على الأقل ينافس ولن يكون مخيبا أنا متأكد بأن المنتخب المصري لن يكون مخيبا لكم وبدأ يتحسن من مباراة إلى أخرى وفي ضرف قصير كتبت شوية شخصية أي نعم بصعوبة وهذا متوقع أنه يكون صعب لأنه دين جديد لأنه غياب لمدة ثلاث دورات على المنافسة أجب أن تعتز به وتفتخر به وتشجعه لأنه جيل جديد لأنه الوصول إلى القناة مر عبر مراحل ضعب رأيك في محمد صلاح هو محمد أبو تريكا محمد أبو تريكا أسطورة محمد صلاح ممكن يتخذ من محمد أبو تريكا نسال يقتلي به لأنه والقيادة فوق أرضية الميدان وخارج أرضية الميدان محمد أبو تريكا أنا شخصيا كنت أتمنى أن يكون جزائري من حسن حدكم محمد صلاح هو ولد كويس وشاب يملك قدرات فنية كبيرة جدا نتمنى إن شاء الله يكون في مستوى بلد من حجم مصر وفي مستوى منتخب من حجم مصر ويقوده إن شاء الله من انتصارات إلى انتصارات صدقنا نقولها لك بكل معزة وبكل أخور شكرك شكرا جزيلا معلقنا رادي الكبير حابتنا حفيز دراجي بشكرك طبعا شكرا جزيلا وكل أبنياتنا طبعا الفريق الجزائري يعني في بطول التأصفات كأس العالم القادم إن شاء الله